بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقي مجددا في درس من دروس اللغة العربية للصف الثاني عشر حيث نستكمل ما قد بدأناه من قصيدة وصف بركة لابن حمديس الجزء الثاني إن شاء الله ولكن بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيدا أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب مجددا لنستكمل الجزء الثاني من قصيدة وصف بركة ونذكر بأنها مقررة حفظا على الطلاب وهي تحت مجال الأدب تنمية للخيال والابتكار قصيدة وصف بركة للشاعر ابن حمديس الصقلي وذكرنا نبذة عن الشاعر ابن حمديس أنه من صقلية ومن شعراء بلاد المغرب وأنه عاش في القرن الخامس الهجري قصيدة وصف بركة قال الشاعر وضراغ من سكنت عرين رياسة تركت خرير الماء فيه زئيرا فكأنما غش النضار جسومها وأذاب في أفواهها البلورا أزد كأن سكونها متحرك في النفس لو وجدت هناك مثيرا وتذكرت فتكاتها فكأنما أقعت على أدبارها لتثورا وتخالها والشمس تجلو لونها نارا وألسنها اللواحس نورا فكأنما سلت سيوف جداول ذابت بلا نار فعدن غديرا وكأنما نسج النسيم لمائه درعا فقدر سردها تقديرا وبديعة الثمرات تعبر نحوها عيناي بحر عجائب مسجورا شجرية ذهبية نزعت إلى سحر يؤثر في النها تأثيرا قد سرجت أغصالها فكأنما قبضت بهن من الفضاء طيورا وكأنما تأبى لوقع طيرها أن تستقل بنهضها وتطيرا من كل واقعة ترى من قارها ماء كسلسال اللجين نميرا خرس تعد من الفصاح فإن شدت جعلت تغرد بالمياه صفيرا وشاعرنا هو محمد بن عبد الجبار ابن حمديس الصقلي الذي عاش في القرن الخامس للهجرة وشاعرنا ولد عام أربعمائة وسبعة وأربعين للهجرة وهو ولد في مدينة صقلية وصقلية هي كبرى مدن وجزر إيطاليا حاليا الأدب تنمية للخيال والابتكار والشاعر أقدر من غيره على التعبير عن المعاني والإحساسات التي يشعر بها فشاعر بما يملكه من حس إبداعي يستطيع أن يعبر عن المشاهدات وعن المجردات أكثر من غيره فالشاعر أهم ما يميز الشاعر عن غيره قدرته على التعبير عن الأفكار بشكل مميز ومبدع فكلنا نرى الأشياء نفسها ونحس المشاعر نفسها ولكننا نعبر عنها في حدود قدراتنا المتفاوتة أما الشاعر فيضعها في شكل مختلف من التشكيل اللغوي والخيال مما يعطي الشعر خصوصيته الإبداعية لذلك إذا تحدث متحدث لا يصفق له غالبا أما إذا قال الشاعر شعره فإنه يقال أبدع ويصفق له لأن الشعر لديه هذه الخصوصية الإبداعية ما وجه الإبداع في وصف البركة وما حولها كما سمعت من الأبيات السابقة ذكرنا ذلك في حلقة سابقة نعيده سريعا من أوجه الإبداع مزج الشاعر المدح بالوصف فعندما وصف قصر المنصور بعرين الأسد أدخل معه المدح ضمنا في قوله وضراغ من سكنت عرين رياسة فعرين الرياسة هنا مدح لبيت وقصر المنصور وهنا وصف ومدح كلاهما في بيت واحد من أوجه الإبداع أيضا بث الحياة في الجمادات فالتماثيل تزأر وتتذكر وتستعد للهجوم كما في البيتين التاليين أزد كأن سكونها متحرك في النفس لو وجدت هناك مثيرا وتذكرت فتكاتها فكأنما أقعت على أدبارها لتثورا لاحظ أن سكونها متحرك فتكاتها كلها بث تذكرت أقعت لتثورا كلها بث للحياة في الجمادات ثالثا استنطاق تماثيل الطيور فهي فصاح تشد وتغني كما في البيت الأخير عندما قال خرس تعد من الفصاح فإن شدت جعلت تغرد بالمياه صفيرا النقطة الأخيرة التجديد في رسم الصورة في قوله فتذكرت فتكاتها فكأنما أقعت على أدبارها لتثورا فتذكرت وأقعت وتثور هنا عندما صور الجمادات بصورة من يعقل ويتذكر ففيها تجديد في رسم الصورة ننتقل عزيزي الطالب إلى سؤال آخر وضح ملامح الصورة التي وصف بها الشاعر المياه في الأبيات السابقة لاحظ وتخالها والشمس تجلو لونها نارا وألسنها اللواحس نورا ألسنها اللواحس نورا هنا من الماء فكأنما سلت سيوف جداول ذابت بلا نار فعدنا غديرا تحولت إلى غدير فنلاحظ أن الشاعر قد وصف المياه وهي تنساب من أفواه الأسود كأنها جداول صغيرة تتجمع وتتحول إلى ما يشبه الغدير وهنا يقصد مياه البركة فيمر النسيم على سطحه ليخفف تموجات رائعة كأنها درع سابقة عليه سيوف جداول ماذا ترى من جمال في التعبير سيوف جداول نلاحظ سيوف جداول تشبيه بين المضاف والمضاف إليه إذن هو تشبيه بليغ حيث شبه الجداول في شكل سيابها ولمعانها بالسيوف نسج النسيم لاحظ كأنما نسج النسيم فهنا تشبيه حيث شبه النسيم بمن ينسج وهو الإنسان استعارة مكنية حيث شبه النسيم في تعريجه لسطح الماء بالصانع الذي ينسج الدروعة ويصنعها إذن نلاحظ وهنا تشخيص وهنا سر الجمال تشخيص كما يتضح من ذلك ننتقل إلى سؤال آخر عزيزي الطالب وصورة أخرى في البيت السابع صورة بيانية ومحسن بديعي وضح ذلك إذن المطلوب صورة بيانية ومحسن بديعي من البيت السابع ننظر إلى البيت السابع وكأنما إذا سمعت وكأنما أعرف أن هناك تشبيها نسج النسيم لمائه درعا فقدر سردها تقديرا البيت بشكل عام به صورة وبه تشبيه كامل للبيت وبه بعض الصور المستقلة نأخذ البيت بشكل كامل وكأنما نسج النسيم لمائه درعا فقدر سردها تقديرا هنا تشبيه حال بحال وصورة بصورة إذن هو تشبيه تمثيلي حيث شبه صورة مرور النسيم على ما تبقى من آثاره على سطح البركة فخلف موجا هذا الموج خفيفا متعرجا بصورة تعرج الدروع المحكمة الصنع فهنا يظهر على الماء من أثر مرور الهواء كأنه تدرجات هذا الدرع فهنا تشبيه تمثيلي في هذا البيت ننتقل إلى المحسن البديعي في هذا البيت وهو قوله فقدر سردها تقديرا فقدر سردها تقديرا هو اقتباس من قوله تعالى مخاطبا داود عليه السلام ليصنع الدروع أنعمل سابغات وقدر في السرد فقوله أنعمل سابغات وقدر في السرد أخذ منها شاعرنا فقدر سردها تقديرا وهذا يسمى اقتباس وكذلك قال الله في موضع آخر خلق كل شيء فقدره تقديرا فإذا هذا المقطع فيه اقتباس واضح ننتقل عزيز الطالب إلى سؤال آخر هاتي معنى نزعت شجرية ذهبية نزعت نزعت أي أشبهت نزعت عندما نقول نزع إلى فهنا يصبح معناها أشبهت شيئا أشبهت كذا وطبعا نزعت تشابه بعض الأفعال في رغب في ورغب عن ونزع إلى ونزع عن فيختلف معناها بما يوضاف إليه من حرف الجر نزعت إلى أي أشبهت شيئا ومضاد كلمة مسجورا مسجورا فالمسجور هو الفارغ الفارغ المسجور معناه الشيء الممتلئ الشيء الذي فيه من الحركة وفيه من الازدحام فنقول بحر مسجور أي ممتلئ بشيء ممتلئ كما ذكر هنا بالعجائب بحر عجائب مسجور إذن مضاد كلمة مسجور هو فارغ لا شيء فيه ومفرد النهى يؤثر في النهى تأثيرا النهى هو العقل العقل ومفرد النهى نهيه نهيه وجمع بديعة جمع كلمة بديعة وبديعة الثمرات جمعها بدائع وبديعات جمع بديعات للمؤنث السالم غالبا ما يطلق على العقل وبدائع يطلق لغير العقل ننتقل عزيزي الطالب إلى سؤال آخر بما وصف الشاعر الأشجار في المقطع السابق لاحظ أنه وصف الشاعر الأشجار بأنها ذهبية نزعت إلى سحر الأشجار حول البركة فريدة من نوعها حيث امتلأت بمظاهر الجمال والروعة تسحر العيون الناظرين بما فيها من مصابيح ينعكس ضوءها على الثمار فتبدو ذهبية اللون نلاحظ أن الوصف هنا جاء بالذهبية ووصف أيضا الأسود بالذهبية فالذهب لون الوقار والجمال والروعة في المقطع السابق كنايتاني حددهما نلاحظ الكنايات في المقطع السابق بديعة الثمرات من هي بديعة الثمرات؟ كناية عن الأشجار إذن هنا كناية وتعبر نحوها عيناية فتعبر نحوها عيناية أي تنتقل عيناية من مشهد جميل إلى مشهد أجمل منه فمظاهر كثرة المظاهر الجمال وتنوعها فهنا تعبر نحوها عيناي كناية عن كثرة مظاهر الجمال ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال آخر أو سؤال آخر وصورة أخرى في البيت الثامن تشبيه حدده وبين أثره نلاحظ وبديعة الثمرات تعبر نحوها عيناية بحر عجائب مسجورة نلاحظ لون مختلف لكلمتي بحر عجائب فبحر عجائب تشبيه بليغ بين المضاف والمضاف إليه ونلاحظ كلمة عجائب هنا منونة بالكسر وعجائب ممنوعة من الصرف ولكن صرفت هنا وجرت ونونت لأنها لضرورة الوزن فالوزن بحاجة إلى إكمال التفعيلة تشبيه بليغ حيث شبه العجائب بالبحر ليوحي بكثرته ننتقل عزيزي الطالب في البيت الثامن أيضا محسن بديعي حدده وبين نوعه بحر عجائب مسجورة نلاحظ هو اقتباس من قوله تعالى والبحر المسجور نلاحظ الاقتباسات وكثرة هذه الاقتباسات من القرآن تدلنا على ثقافة الشاعر وكثرة أخذه من القرآن وكثرة الاقتباسات في هذه القصيدة يدلنا على ثقافة الشاعر وكثرة ترداده للقرآن وأخذه منه فيريد أن يجمل قصيده ويقويه فيأخذ من القرآن ليقتبس من نوره ومن قوته البلاغية نلاحظ بحر عجائب مسجورة اقتباس من قوله والبحر المسجور وسؤال آخر عزيزي الطالب ضع مكان النقط ما هو مطلوب خرس مفردها عندما نقول خرس تعد طيور خرس وطائر أخرس وأنثى الطائر توصف بالخرساء اللجين كسلسال اللجين فاللجين هو الفضة الفضة ويطلق أحيانا على اللون ويقصد به اللون وليس الفضة الحقيقية نميرا نميرا أي عذبا زاكيا كسلسال اللجين نميرا فنميرا لا تصف اللجين ولا للسلسال وإنما تصف الماء تصف الماء ماءا نميرا أي عذبا زاكيا تأبى وكأنما تأبى لوقع طيرها تأبى أي ترفض ولا تريد ننتقل عزيزي الطالب إلى هذا السؤال مع قولنا ما المقصود بالتعبير تأبى لوقع طيرها أن تستقل ما المقصود بهذا الشطر بهذه الجملة فالشجرة عندما تقع عليه الطيور لا تريد تتمسك بهذه الطيور فترفض لهذه الطيور أن تنطلق التعبير السابق يبين أن جمال البركة وما حولها من أشجار لم يأسر الناظرين فحسب ولكنه أسر الطيور أيضا فإذا ما وقعت على الأشجار ومياه البركة فإنها تأبى أن تعاود الطيران لماذا لجمال هذه البركة فهي تأسر كل من يقترب منها أخرج من الأبيات السابقة التي أمامك عزيز الطالب صورة بيانية ومحسنا بديعيا نلاحظ الصورة البيانية ماء كسلسال اللجين نلاحظ الأداء موجودة ونلاحظ المشبه وهو ماء والمشبه به وهو سلسال اللجين إذن تشبيه غير تام شبه الماء ماء المندفع من مناقير تلك الطيور بالفضة في صفائه وبريقه والمحسن البديعي عزيز الطالب وقع وتطير فوقع أي باقية وتطير تنطلق وهما تضاد في المعنى وكذلك خرس وفي صاح وفي صاح تضاد كلمة خرس فهنا طباق والطباق يظهر أثر جمال البركة في الطيور عزيز الطالب وإلى نوع آخر من الأسئلة أخرج من الأبيات صورة بيانية ومحسنا بديعيا فنلاحظ إذا ما قرأنا هذه الأبيات وكأنما تأبى لوقع طيرها أن تستقل بنهضها وتطير من كل واقعة ترى من قارها ماء كسلسال اللجين نميرا خرس تعد من الفصاح فإن شدت جعلت تغرد بالمياه صفيرا فنلاحظ أن هناك أكثر من صورة بيانية نأخذ مثلا ماء كسلسال اللجين وأتوقع عزيز الطالب أنك إذا ما وجدت أداة التشبيه فإنه يسهل عليك العثور على الصورة البيانية فماء كسلسال فالماء مشبه والكاف أداة التشبيه وسلسال اللجين هما المشبه بهما صورة البيانية ماء كسلسال اللجين نلاحظ أن الشاعر هنا شبه الماء بأنه كسلسال اللجين فاللجين كما ذكرنا هو الفضة واختار هنا اللون الفضي للماء فالماء عندما ينعكس عليه الضوء والشمس فإنه يحدث بريقا يشبه بريق الفضة فلذلك كان التشبيه موفقا نلاحظ تشبيه شبه الماء المندفع من مناقير تلك الطيور بالفضة في صفائه وبريقه ونلاحظ أن هنا التشبيه ليس تشبيها بليغا لأن الأداة موجودة فإذا وجدت أداة التشبيه انتفى أن يكون تشبيها بليغا لأن التشبيه البليغ يقتصر على المشبه والمشبه به فهنا تشبيه المحسن البديعي نلاحظ كلمة وقع وتطير وقع وتطير فهنا كلمتان تضادتا في المعنى في سياق واحد فهنا إذن تضاد وأيضا خرس تعد من الفصاح كلمتان أيضا جاءتا في سياق واحد فإذن هنا طباق إذن هنا طباق أيضا ويمكن أن تقول طباق وأن تقول تضاد وأن تقول أيضا عكس الكلمات كلها تدل على الطباق والطباق هو المسمى الصحيح أو الأصح طباق يظهر أثر جمال البركة في الطيور ننتقل عزيزي الطالب إلى سؤال آخر ونمط آخر من الأسئلة علل ساد الأسلوب الخبري في القصيدة فنلاحظ أن القصيدة خلت من الأمر ومن النهي ومن الاستفهام وخلت من بعض أنواع الأسلوب الإنشائي إذن جاء الأسلوب القصيدة بشكل عام أسلوبا خبريا لماذا بياترى؟ لأن الأسلوب الخبري أكثر ملاءمة لفن الوصف فمن يريد أن يصف فإنه يعدد ويذكر ويخبر فلا يريد أن يستفهم أو أن يتمنى أو أن يأمر وينهى فإذن لا يناسب فن الوصف الأسلوب الإنشائي إنما هو يناسب الأسلوب الخبري فقد غلب الشاعر الأسلوب الخبري على الأبيات وكأنه أراد أن ينقل واقعا مرئيا مشاهدا أمامه وليس من صنع خياله فهنا يريد أن يوضح لك الصورة فيخبرك لكي ينقل لك الواقع المرئي على ما يدل تكرار أدوات التشبيه نلاحظ عزيز الطالب لو لاحظت أن القصيدة من أولها وفي أبياتها معظم أبياتها كأنما وكأنما والكاف وكأنما وتحسبها يعني كلها أدوات تشبيه فهنا أدوات التشبيه أكثر منها الشاعر لماذا برأيك؟ سعة الخيال الشاعر وغزارة الصور الفنية التي أبدعها فالشاعر كما قلنا هو شاعر الوصف بالمقام الأول شاعرنا فإذن الوصف يحتاج إلى التشبيهات والتشبيهات هنا أكثر منها الشاعر لأنه شاعر خيال خصب وأكثر من الصور وغزارة الصور الفنية التي في الأبيات لذا احتاج إلى أدوات التشبيه التي رأيتها كذلك تكراره من أدوات التشبيه يدل على جمال المنظر وروعته حيث انطلق خيال الشاعر في التعبير عنه فإذن عندما يرى أمرا عجيبا وأمرا جميلا فإنه دائما ما يشبهه بالكون من حوله فإذن هنا نلاحظ أن الشاعر أكثر من أدوات التشبيه لجمال ما رأى ولخياله الخصب الذي يعد شاعر الوصف من الطراز الأول وهذا ما يجعل شاعرنا شاعر الوصف من الطراز الأول إلى هنا عزيز الطالب نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من قصيدة وصف بركة للشاعر ابن حمديس وهي قصيدة مطلوب منك أن تحفظها عزيز الطالب لذلك اهتم بها وقد ذكرنا على مدار حلقتين سابقتين بعض الأمور التي في هذه القصيدة فالقصيدة ملأة بالصور ملأة بالكلمات التي بحاجة إلى الرجوع إلى المعجم لمعرفة معانيها لذلك عزيز الطالب الدور عليك أن تقوم بهذا الجزء المتبقي عليك إلى هنا نستودعكم الله وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا